مساء الخير هذه الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ من رومانيا حيث اليوم الثاني والأخير من اجتماع الوزراء خارجية حلف شمال الأطلسية الناتو وعلى مدار يومين ناقش المجتمعون المساعدات التي يمكن تقديمها للدول الواقعة جنوب وشرق القارة الأوروبية في مسعى لمواجهة التأثيرات التي فرضها غزو روسيا لأوكرانيا خاصة في بوسنا وجورجيا ودافيا حيث تسببت الحرب في أوكرانيا بحالة من الاضطراب على صعيد السياسة والطاقة وكذلك الحدود فما الذي حققته اجتماعات الناتو في بوخارست وكيف يتوج الزخم الغربي بإنشاء محكمة خاصة بما ارتكبته روسيا في أوكرانيا وإيضا ما أهمية توجيه الحلف اهتمامه نحو دول مطلة على البحر الأسود وأخرى أوروبية في وقت يسعى فيه الحلف لتوسيع مظلته الأمنية عبر أوروبا خرج وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي من اجتماعاتهم التي انعقدت على مدى يومين في العاصمة الرومانية بوخارست بالتأكيد على عزمهم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وعدم السماح للرئيس الروسي بالانتصار أوضح وزير خارجية الناتو أن دعم العسكر المتواصل لأوكرانيا ضروري وبالتحديد توفير المزيد من أنظمة التفاع الجوي وعلن الحلفاء أيضا عن مساهمات جديدة لرزمة المساعدات الإضافية للناتو تزود أوكرانيا بمساعدات غير قتالية بما في ذلك النفط والمولدات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن الحلف يعمل على مسارين في الوقت الحالي مساعدة أوكرانيا على إعادة بناء البنى التحتية للطاقة التي دمرتها روسيا وتزويد كييف بالأنظمة الدفاعية الضرورية لحماية هذه المنشآت من أي اعتداء في المستقبل الرسالة التي خرجنا بها من هذا الاجتماع هي التالية التزام المشترك لمساعدة أوكرانيا قوي وسيتواصل كذلك الآن وخلال فصل الشتاء وخلال الفترة الزمانية اللازمة لتنتصر أوكرانيا سنواصل تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني حلفاء الناتو قدموا 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وسيتم تقديم المزيد الولايات المتحدة قدمت 19 مليار دولار من المساعدات الأمنية و15 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة وسنواصل استهداف الكريملين وكل من يساعدون بوتين في هذه الحرب عبر العقوبات المكلفة المسألة الثانية التي توقف عندها أعضاء الحلف هي التحدي الذي تشكله الصين للقيم والمصالح وأمن دول الناتو وكيفية مواجهته بشكل مشترك كما قلنا مرارا لا نسعى إلى الصراع مع الصين بل على العكس نريد تجنبه لا نريد حربا نووية ولا نريد فصل اقتصادياتنا نريد ببساطة أن نكون واضحين حيال بعض التحديات التي تشكلها الصين والتأكد من أن معالجة هذه التحديات تتم مع الآخرين وكل ما سمعته اليوم يتوافق مع هذه النقطة وأكد وزراء التحالف من ناحية أخرى على أهمية إتمام مصادقة برلمانات الدول على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن وتعزيز الوجود العسكري للناتو في البحر الأسود والبلطيق خلاصة اجتماعات الناتو هي التأكيد على أن الحلف لن يتخلى عن دعم أوكرانيا وتركها لمصيرها والتشبث بأن كلفة مساعدتها تبقى أقل بكثير من الثمن الذي سيدفعه العالم في حال انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميشيل غندور الحرة بوخارست رومانيا وحول هذا الموضوع مشاهدين أرحب بضيفي معي من واشنطن زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون شارلز كوبشن ومعي من موسكو الدبلوماسية الروسية سابق فجزلاف ماتازوف مرحبا بكم سيد ماتازوف ضيفي من موسكو أريد أن أبدأ معك كلما عولت روسيا على انقسام وتصدع بالعلاقات الغربية خصوصا الحلف الداعم لأوكرانيا تأتي اجتماعات لتثبت العكس وأن هذا الحلف هو باق بدعمه لأوكرانيا الرسالة يبدو أنها كانت واضحة لروسيا لا يمكن لروسيا أن تنتصر بهذه الحرب كيف ستتعامل موسكو مع هذه الرسالة؟ عندما روسيا أخذت قرار إرسال القوات المسالحة إلى أوكرانيا لمواجهة ليست جيش أوكرايني فحسب أما روسيا كانت حساباتها تنتالك من فكرة أخرى أنها كانت مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة خلف الشمال الأطلسي والعالم الغربي بشكل عام ولذلك كل تفاصيل التي نحن نشاهد اليوم تفاصيل يعني قرارات بروكسيل قرارات رومانيا أي قرارات من قبل دول الأوروبا الشرقية بولونيا بولغاريا أو رومانيا لا شك أن هذا كانت يأخذ بعين الاتبار عندما داخل أرسلوا قوات المسالحة إلى أوكرانيا رد الفئر الغربي كان واضح تماما لا حدا يحتاج بالعمق التحليل لكي يتصوروا يتصوروا الطرق التي سوف يواجهها روسيا بعد بدأ العملية الإسكارية في أوكرانيا لذلك كل قرارات اليوم كانت متوقعة وروسيا طبعا تأخذ بعين الاتبار هذا قرار الذي أخذ بوتين وروسيا بنسبة لأوكرانيا لمواجهة الغرب على أرض أوكرانية في السماء أوكرانية هي قرار استراتيجي الذي تنوي تثبيت الدور الروسي في العالم الحديث المتقلب المتجدد ولذلك هذا خطوة لها العمق ولا يمكن أن تؤشر أي قرارات ولكن الرسالة الروسية سيد ماتزود الرسالة الروسية التي ترود على هذه الرسالة التي نستمع عليها ليس أول مرة وإنما مرات متعددة لا ينبغي لروسيا أن تنتصر بهذه الحرب لأن لها لهذا الانتصار إن حدث تداعيات كبيرة على المستوى الإقليمي وكذلك على المستقبل المنظور لكل هذه الدول بالتالي هل روسيا مستمرة بمواصلة رسائلها وهذه الحرب قياسا وردا على هذه الرسالة الغربية في روسيا فهم كامل برأيي أنا شخصي في كريمليين وفي صفوف الشعبية في الشارع الروسي أن لا يوجد إمكانية لتغيير استراتيجية روسية في وقت الحاضر بعد عشرة أشهر هذا الحرب الدموي ولذلك إذا لم يكن هناك طريقة العودة إلى الوراء فهناك فقط مخططات أن تقدم روسيا إلى أمام ولهذا السبب أي أحديث عن احتمالات المفاوضات والحوار السياسي وحل السياسي برأيي أنا يفهمون جيدا أن الاستدام مسالح الروسية مسالح الأوكرينية في أوروبا الشرقية وفي أوكرانيا لا شك هذا هو جواب يمكن أن يكونوا واحد وهو أي طرف ينتشر على أرض أوكرينية إذا ننتقل من هذا الفكرة نحن ممكن نعمل كل تفاصيل فيما بعد طيب سيد شارلز قابشن زمد أول في مجلس العلاقات الخارجية وساد الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون بالنسبة لهذا الاجتماع الذي جرى في بوخارست من وجهة نظرك من قراءتك يعني هل حمل جديدا لأنه ما زلنا نستمع إلى هذا الإصرار الغربي على دعم أوكرانيا في وقت قبل فترة ليست بالبعيدة كان هناك حديث ربما عن تهديئة وشيكة عن انتفاقات وشيكة قد تجري تحت الطاولة بين الأطراف المتصارعة لإنهاء هذه الحرب ليس فقط من أجل روسيا وأوكرانيا وإنما من أجل العالم لأن هناك طاقة متأخرة وهناك احتياجات كثيرة العالم بحاجة إليها تعطلت بسبب هذه الحرب لا أعتقد أن هناك أخبار جديدة تأتي من القمة الوزارية ولم أكن أتوقع أي أمور جديدة لأن كل الجهود الأيلة إلى دعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا وكذلك إدخال فنلندا والسويد إلى حلف شمال أطلسي كل هذه الجهود تجري بطريقة ملائمة نعرف أيضا أن بعض الدول كجورجيا ومولدوفا كانت موجودة لأنها تواجه بعض التداعيات لحرب روسيا على أوكرانيا ولكن الآن أوكرانيا تحرز نجاحات على أرض المعركة وهناك تعاضض بين الأمم المتحدة وأوروبا ما زال قويا رغم أن أسعار الطاقة ترتفع وبدأ فصل الشتاء في أوروبا بالنسبة لحلف الشمال الأطلسي بالتالي الأمور تجري كما يرام ولكن هناك أيضا حديث خلف الكواليس حول إمكان إنهاء هذه الحرب لم نصل الآن إلى ذلك ولكننا نترك الباب مفتوحا للديبلوماسية من دون أن نجلس حتى الآن على طاولة المفاوضات لا بد من أن يكون هناك حل متفاوض ولكن هناك ضغط الآن على أوكرانيا من قبل روسيا سنستمر في دعم أوكرانيا سيستمر الحلف في دعم أوكرانيا وسنرى إن كان هناك إمكانية لأي حل ديبلوماسي بعدما تتوقف ربما توقف القتال من جراء الشتاء سيد ماتازوف أريد أن أقل لك ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين يقول بأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يفشل في هزيمة أوكرانيا عسكريا وبالتالي فإنه يخوض الآن حربا ضد المدنيين يعني ربما ما يدعم ما قاله بلينكين ما هو المبرر لقصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا إلا من أجل حرمان أكثر المدنيين هناك من التدفئة على الأقل في ظل ظروف جوية قاسية في هذه المناطق أثناء اللقاء بوتين مع أمهات وزوجات المقاتلين الروس ليقتلوا في أوكرانيا في أرض أوكرانية هو قال بكل صراحة يعترف أن هناك كانت أخطاء تكتيكية لجيش قوات روسية في أوكرانيا والآن لا شك أنه سوف يعادل الخطوات التكتيكية يعني لأنه ميدان عفوا للمقاطع أصليب التقال يعني هل الرئيس الروسي يتحدث عن أخطاء تكتيكية في الماضي حصلت نحن نتحدث عن قصف شبه يومي يجري خلال هذه الأيام ويستهدف البنى التحتية ويحرم المدنيين من التدفئة يعني لا نتحدث عن بداية هذه الحرب وإنما الآن هو كان يتكلم عن أخطاء لأن كانت مشروع ينطلق من الفكرة أن جيش أوكراني ليس قوي ويمكن تتقدم قوات روسية بسرعة إذا استدموا مع موقف الغربي مع قوات مسالحة أوكرانية مثل ما هو نحن نشاهد اليوم بدعم من قبل دول غربية لا شك تتغير التكتيك ولكن كل هذا استراتيجية وتغير التكتيك الروسي مثلا نحن نشاهد الآن دربات القوية على مصادر الطاقة مثلا في كل أوكرانيا من غرب إلى شرق من جنوب إلى شمال ولذلك تدمير المصادر الطاقة الكهربائية هذا عبارة عن تغيير التكتيك في ظروف الجديدة وفي تقييم الأوضاع من الجديد وتغيير القيادة أسكرية في أوكرانيا إذا كان هناك ثلاثة جبهات وكل جبهة عنده كان قائد اليوم هناك قائد واحد لكل القوات المسالحة في أوكرانيا كلها تغييرات واضحة عن هذه التغييرات سيد كابشن في ظل ما يقوم به الجيش الروسي من استهداف للبنى التحدية خصوصا الطاقة وحرمان المدنيين الأوكران هناك ما أعلنت عنه الرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين قالت بأن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة روسيا على الجرائم التي ترتكبها في أوكرانيا مثل هذا التصريح من وجهة نظرك بقراءتك يعني هل هو من أجل الدعاية والحرب النفسية أم أن هناك إمكانية بالفعل لمحاكمة روسيا على ما قمت به في أوكرانيا نعم أنت على حق في التركيز على القصف العشوائي للمدن الأوكرانية ومهاجمة المدنيين بوتين يفعل ذلك لأن روسيا تخسر الحرب أبعدت عن كييف وعن الشمال والقوات الروسية غادرت مؤخرا خيرسون وبوتين ليس لديه خيارات كثيرة باستثناء محاولة قصف المدن الأوكرانية وتدمير البنى التحتية الأساسية لجعل الحياة أصعب للأوكرانيين وليجبرهم على القول لا نريد هذه الحرب ولكنه لا ينجح هنا الأوكرانيون لا يتراجعون وأخشى أن تخسر روسيا المزيد من الأراضي في الأسبوع والأشهر المقبلة هذه الحرب ليست نجاحا لروسيا هي فشل استراتيجي فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت منذ بداية الحرب سمعنا عن مدافنا جماعية أو مقابر جماعية في مدن كثيرة ونرى الآن هجوما عشوائيا ضد المدنيين أعتقد أننا سنرى تحقيقا دوليا حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل روسيا أما إن كان من الممكن إحالة القادة الروس أمام محكمة لا هي أو أي محاكم أخرى دولية الأرجح لا ولكن ذلك يضغط على النظام الروسي لدفعه إلى وضع حد لهذا العنف العشوائي ضد المدنيين لا يفوتنا أن نتحدث أيضا عن أهمية توجيه الحلف حلف الناتو من خلال الاجتماعات التي نتحدث عنها اليوم والتي جرت في بخارست حول البحر الأسود وأهمية هذه المنطقة والدول المشاطئة له أرجو منكم ضيفي الكريمين أن تبقيا معي لنستعرض أهمية هذه المنطقة وتحديدا منطقة البحر الأسود إذن مشاهدين نتحدث عن أهمية الموقع موقع البحر الأسود حيث عبر التاريخ كان البحر الأسود بقلب الصراعات الإقليمية ومؤخرا تحول لبؤرة توتر حيث تمتلك البلدان سواحل مطلة على هذا البحر كما أن شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في العام 2014 كانت موطنا لأسطول روسي كبير بالنسبة للموقع موقع البحر الأسود تقع جورجيا على حافته الشرقية وتقع رومانيا وبولغاريا وتركيا الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي على سواحله الغربية والجنوبية كذلك حيث تسيطر تركيا على الموررات المائية التي تربطه بالبحر الأبيض المتوسط مؤخرا مشاهدين قفز البحر من مركز اهتمام للدول التي تتشاطر شواطئه إلى مركز اهتمام عالمي وتم تضمين الأهمية الاستراتيجية للبحر الأسود في استراتيجية الناتو طويلة الأجل لأول مرة في قمته السنوية في يونيو بمبادرة من رومانيا للبحر الأسود أيضا أهمية اقتصادية يتدفق الوقود من القوكاز وآسيا الوسطى إلى أوروبا والعالم عبر البحر الأسود وكذلك محيطه وسياسيا يعد البحر الأسود موقعا استراتيجيا لحلف شمال الأطلسي الذي زاد من وجود قواته في المنطقة منذ العام 2014 وفق الأمين العام للحلف يانسيس تولتنبرغ الذي أوضح أن أعضاء من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا يقومون بدوريات روتينية في المنطقة حيث قادت فرنسا مؤخرا تدريبات جوية لحلف شمال الأطلسي هناك أعود مرة أخرى إذن مشاهدين لضيفي من واشنطن زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية وأستاذ الشيون الدولية بجامعة جوشتاون ومن موسكو الدبلماسي الروسي السابق في تزلاف ماتازوف أرحب بكم من جديد أستاذ شارلز كوبشنز بالنسبة لهذا الاهتمام الذي يعود مرة أخرى إلى منطقة البحر الأسود هل ما زلنا نتحدث بمسألة الهيمنة عن هذه المنطقة واهتمام الناتو بهذه المنطقة لمواجهة روسيا أم ماذا؟ أعتقد أن ما نراه هنا هو التحول في التركيز الستراتيجي لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية نحو الجنوب الشرقي عندما بدأت روسيا باجتياحها لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي عزز من وجوده في دول البلطيق الثلاثة وفي بولندا لأنه كانت هناك مخاوف تتعلق بطموحات روسيا في هذه المناطق ولكن الآن مع ما حصل في هذه الحرب وبعد أن حاولت روسيا في البداية أن تركز على الإطاحة بالنظام واجتياح كييف التركيز أصبح على البحر الأسود وعلى دول البحر الأسود وهذه المنطقة أصبحت ذات أهمية استراتيجية كبيرة من جراء المخاوف التركية المتعلقة بأمنها ووجود الأسطول الروسي في المنطقة ووجود حلف شمال الأطلسي وبالتالي التركيز الآن أصبح على هذه المنطقة مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا سيد ماتازوف بالنسبة لروسيا أيضا كيف تقرأ هذا الاهتمام اهتمام دول الحلف حلف النيتولي المنطقة التي تعتبرها روسيا منطقة استراتيجية ومنطقة ذات نفوذ روسي كبير أي منطقة نتحدث عن البحر الأسود فنلندا بحر أسود طبعا هذا من أهم المناطق التي اليوم يبدأ اهتمام روسيا في خلال المعارك موجودة لأن هذا لا شك أن يتركز اليوم روسيا والخطر يواجه من الحلف الشمال الأطلسي وطبعا من دول عداء الحلف ناطو على شاطئ البحر الأبد المتوسط رومانيا بولغاريا وكذلك دول قريبة للبحر وأنا أتصور أن روسيا تفهم جيدا أهمية هذا ولذلك علاقات روسيا مع تركيا تتبنى لا تزال على أساس تلك المعاهدات والاتفاقيات مونتريو التي كانت مواقع به نسبة بحر الأسود الذي هو الآن أساسا ولحتى الآن نحن نفهم جيدا أنه ليست من تركيا نوايا ليندموا العملية الأسكرية ضد روسيا هذا الشيء بالنسبة لعملية الأسكرية لا شك أن روسيا تخصب اليوم أن ناتو لا يتخذ القرار الحرب مع روسيا كحلف لأنه يمكن أن تشج وكالة جيش أوكرايني احتمال ضعيف جدا أن هي تقلل جيش بولوني مثلا لأن هناك استعدادات للتدخل جيش بولوني على احتلال بعض المناطق غربية لأوكرانيا وحتى إلى بلاروسيا ولذلك الاستعدادات من جانب الروسي واضحة موجودة وطبعا حسابات كل تنطلق برأي أنا شخصي أن لا تتدخل ناتو إلى هذا الحرب حتى سيكون لديه وكيل وكيل هذا سلطة وكراينية موالي لأميركا ولذلك ليست أميركا بحاجة ناتو اليوم جيش وكرايني يمكن أقوى الجيوش في الأوروبا في أثناء الحرب يمكن فقط جيش توركي لم تلجأ إلى احتمال نظريا حتى إلى لجوء إلى هذا يمكن حتى الآن سيد ماتزوف هذا يمكن حتى الآن ولكن أنا أريد أن أسألك بشكل مباشر وحضرتك تتحدث إلي من موسكو من روسيا وأريد منك أن تنقل لي ما شاهدته واستمعت إليه من نقض الشارع على ما يجري يعني نتحدث الآن عن اهتمام كبير حلف النيتو بهذه المنطقة منطقة البحر الأسود الذي كان منطقة نفوذ لروسيا الآن روسيا وكأنها تحاصر في هذه المنطقة هناك أيضا دعوة لمحاكمة روسيا على ما قامت به في أوكرانيا هناك العديد من العقوبات هناك قتلى بين صفوف الجيش الروسي كل هذه الأجواء التي نتحدث عنها كيف يستقبلها المواطن الروسي أولا أن كل الأحاديث عن المحكمة الدولية كذلك شو يعني هذا مش محكمة الدولية هذا محكمة الأمريكية هل ينظم أي محاكم هذا لا قيمة بروجة نظر روسيا هذا لا قيمة لتلك القرارات هذا عمل إعلامي الدعاية ولا أقل ولا أكثر لماذا؟ لأن أثناء الحرب هناك أصليب متعددة لحوض المعركة أسقرية إعلامية وسياسية دипломатية والاقتصادية هذا من أصليب الإعلامية لما أقل نحن نأخذ هذا بأن الاتبار ولكن لا يوجد جدية سيكون طبعا يفهمونا جيدا إن تخسر روسيا سيكون محكمة وأنا أسأل أترح السؤال من جنبي وإذا تنتخسر روسيا في أوكرانيا هل تتحقق أهداف تلك المحكمة الأمريكية أو لا أو يمكن ينزم روسيا محكمة ثانية بعد أن ينتهي حرب بنجاح من قبل قوات روسية وفي روسيا شرع روسيا مقتنع 100% أن لا خيار آخر إلا انتشار روسيا في هذه المعركة جارية على أرض أوكرانية على أرض صوفيتية كما يتحدث سيد ماتازوف نعم واضح هذه النقطة شكرا لك في سؤال سريع وأخير لسيد كابشن لأنه سألت الضيف الروسي عن المزاج العام في روسيا حول مسار هذه الحرب نستمع سيد كابشن لأساس في الغرب الذين يؤكدون دعمهم لهذه الحرب ويؤكدون دعمهم لأوكرانيا بمواجهة هذه الحرب ماذا عن المزاج العام برأيك ماذا عن الطبقة الأساتذة الطلاب الشرائح المجتمعية الأخرى برأيك هل هي بذات التصميم الذي يقوم به الساسة لدعم أوكرانيا بهذه الحرب نعم أنا أفاجأ بما أراه في أمريكا وأوروبا الغربية ما أراه من دعم قوي ومستمر لأوكرانيا وذلك يعود إلى أن هذا الاجتياح كان اجتياحا ضد دولة ذات سيادة ولأن أوكرانيا تكافح من أجل حياتها ومن أجل استمرارها واستقلالها هنا في واشنطن وخارج واشنطن نرى الأعلام الأوكرانية على الكثير من المنازل أعتقد أن دعم أوكرانيا يبقى قويا ولا أتفقوا مع زميلي من روسيا الكثير من المواطنين الروس غير راضين عن هذه الحرب وغادروا روسيا لأنهم لا يريدون أن يجندوا وأن يخوضوا هذه الحرب بوتين يواجه مقاومة سياسية أكثر من أي وقت مضى منذ رئاسته هذه الحرب تحزى بدعم كبير وهي حرب عادلة وروسيا لا تبلي حسنا في هذه الحرب والروس يموتون في أوكرانيا في هذه الحرب من واشنطن الأستاذ شارلز قابشن شكرا جزيلا لك وأشكر ضيفي ميد موسكو الأستاذ فيتزلاف ماتزوف شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا جزيلا